نالت مملكة البحرين مؤخرا العديد من الجوائز والمراكز العالمية على صعيد تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وإتي هذا في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالطلبة والشباب الدارسين للقرآن الكريم بمختلف علومه ومناهجه الشرعية وقد أكدت وزارة العديد وشؤون الإسلامية والأوقاف من جانبها حرصها على تطوير مراكزها ومنظومتها الإدارية والتربوية في هذا الجانب وذلك خدمة وتطبيقا لهذا الهدي القويم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كتاب الله تعالى الكريم محط إجلال تحرص مملكة البحرين منذ القدم بل اعتناء به من أجل تنشئة جيل يفهم ويطبق تعاليم الدين الإسلامي الذي يجعو للفضيلة والخلق القويم تم استحداث وإنشاء جهاز يعنى بالتعليم القرآني وجودة التعليم القرآني من حيث الحفظ والتجويد والتلاوة أيضا تم استحداث جهاز يعنى بالاختبارات اختبارات القرآن الكريم في مراكز التحفيظ والحلقات القرآنية هذا أدى إلى أن يصبح عدد الحافظين لكتاب الله تبارك وتعالى من المواطنين البحرينيين يزيد على الأربعمائة شخص تم إنشاء جهاز إقراء إلكتروني لتعلم القرآن الكريم عن بعد عبر الإنترنت لكي يتواصل ويتابع بكل مناهج القرآن الكريم ألاف من الطلبة من مختلف الأعمار يتهافتون لهذه المحاضن التعليمية إيمانا منها بأهمية هذه العلوم العظيمة هناك تزايد في عدد المتحقين بمراكز التحفيظ زادت على الواحد والعشرين ألفا من الدارسين والدارسات وأيضا زاد عدد المدرسين والمدرسات إلى أكثر من ألفي مدرس ومدرسة في هذه المراكز والحلاقات القرآنية كوكبة من المسابقات والأنشطة القرآنية المختلفة تقيمها المملكة وبشكل سنوي ووصل فيها شبابها لمستوى أصبح خلاله من أميز الحفظة والقراء على صعيد العالم العربي والإسلامي حققنا مستويات عالية جدا ومستويات كبيرة ومراكز متقدمة تنوع على الستين مركز ومستوى في هذه المسابقات على مستوى الخليج العربي أو على مستوى الدول العربية والإسلامية من الإنجازات الكبيرة تدشين الهوية الجديدة لمسابقة وجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم أيضا مسابقة القارئ العالمي ستظهر بحلة جديدة وبتطور ملفت إن شاء الله وهي أيضا تحظى برعاية سامية من جلالة العاهل المفدة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بتوفير بيئة تربوية خلاقة مطاعمة بأفضل السبل التعليمية الحديثة تؤكد وزارة العدل دائما فتح أبوابها لجميع المواطنين وضعنا معايير في اختيار معلم القرآن لأنه حجر الأساس في العملية التعليمية طبعا نوجه دعوة لجميع أولياء الأمور في أن يسجلون أبنائهم في هذه المراكز وفق مؤسسة تعليمية ومنظومة إدارية تتبع الوزارة في التدريس في الاختبارات في تسجيل الطالب في متابعته أيضا احنا أضفنا إلى هذا المنهج التعليمية منهج تربوي يعني بالطالب مكانة رفيعة يتصف بها أهل القرآن كانت ولا زالت مملكة البحرين بقيادتها وشعبها يحفظونها لهم بل ويقدرونها فيهم لتلفزيون البحرين صالح يوسف